هلو لوتي معكم مازل من قناة توفاكت 777 اليوم درسنا هو عن داباي اللي هو درس جدا مهم سواء لكنا مبتدئين باللغة لازم نعرف لمحة عن داباي او اذا كنا متقدمين في كليل شغلات او استخدامات لداباي لازم نعرفها الآن بالنسبة لداباي تصنيفه هي برومينال ادفيربين حكينا بدروس سابعة عن داتسو وعن دافير واليوم بدنا نكفي مع داباي بالنسبة لداتسو ودافير عم يتلاقوا الروابط كلها بيطلعوا تحت بالوصف او بالتعليق الاول او كمان بحاول يطلعوا عشاش اذا محلو طول من قبل بالنسبة لداباي خلينا نبدأ مع بعض بالاستخدامات تبعيدة اول استخدام لها داباي فيرفندت او مقصد روغن داس ادفاس ني بايمن ديم او در ادفاس است شو ما تلحكي البهمنا نحنا نعرف انه اول الشغلة عن داباي تستخدم للتعبير عن شيء بالقرب من شخص ما او شيء ما وهيدا هو الاستخدام الاكثر او بس نسمع كلمة داباي نحنا هيدا الشغلة بتخطر عبالنا اول شيء خلا نشوف الامس اللي داد غوبند فوني فير اون جانز نير داباي است او اين شو مباد نحن عيش هناك وبالقرب منا تماما يوجد مسبح اذا هيدا هو الاستخدام الاكثر شيوعا لا داباي وهو يتعبر عن انه شيء قريب من شخص ما او من شيء ما مو المهم نركز على الجمل المكتوب بالالماني بقدر ما هو مهم نحنا نفهم شو عم ندرس وخاصة بالقواعد كتير مهم نفهم شو عم يصير ومو عطول بس نحفظ الجمل بالالماني مثال تاني والاخير هزدو داين الفوتو اباغات داباي انو انتي معك التصوير معك الكاميرا تبعتك جابه معك من ضل بواحد اين الزاخة با جفوكت است ان جشلوسن يعني شيء ما متصل او مرتبط بشيء اخر او جاي معه يعني المقصود فيها انو الشغل جاي معه شغل تاني متصل فيها جاي معه او دا ان اينبغايس انبغيثن است متضمن بالسعر اشتريت انت مثلا قميص جاي معه غرافي متضمن بالسعر جبت مثلا مكدونالدش اشتريت هامبرجر متضمن مع بطاطا هايك المقصود فيها الشيء متضمن بالسعر والمعنى الاول متل ما ان الشيء متصل او مرتبط بشيء تاني الامثلي اين هاوس و اين غاغتن داباي منزل مع حديقة هل متضمن رسم الدخول في السعر اذا متل ما قلنا يا اما شيء متضمن بالسعر متلو انه اشتريت شيء انت فيه شيء تاني متضمن معه اشتريت اميص متضمن معه لغرافيت بنفس السعر على عرض او شيء مرتبط بشيء تاني او متصل بشيء اخر هادي هي داباي وهذا هو الفقرة الاولى هون الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما ننتقل هلا على الفقرة التانية باي ادفاس ان فيزن داباي زين هون المقصود فيها تكون انت حاضر بشيء او موجود داباي هون المقصود فيها تكون انت موجود بها الحدث حاضر بها الحدث بالانجليزي تو بي بريزن تو تيك با ارموشتي او فييدنفال داباي زين هو يريد ان يكون حاضرا في كل الاحوال وعلى اي الاحوال هو بدي يكون هونيكي هيك المقصود فيها اذا هون المقصود انه كنت حاضر بها الحدث موجود بهالمكان ارفاس مدزاين جيدانكن نش داباي هو كان بتفكيره غير موجود كان شيرد محل تاني مكان حاضر اذا هيدا هو الفكرة التانية لداباي المقصود فيها تكون حاضر او موجود في مكان ما ننتقل على الفقرة التالتي لماذا تصعي تش كتير سهلي الشغلتين عم تصيره بالنفس الوقت في الوقت نفسه during in the course of اذا طبعا هدا بالانجليزي انه الشغلة عم تصير نفس الوقت ارمخت هاوز اوفقابن و هوت موزيك داباي هو يقوم بواجبات المنزل اللي عم يحلو ظاقفه و عم يسمع موسيقه بنفس الوقت اذا الشغلتين عم يصيره بنفس الوقت كتير سهلي الشغلتين عم يصيره بنفس الوقت دو كانت نشت غاديو هورين و داباي لازن انتي ما فيك تسمع راديو وتقرأ بانه كله عم يصيره بنفس الوقت او يسمع موسيقه بيدروس دو كانت نشت غاديو هورين و داباي لازن اذا ما فيك تسمع راديو وتقرأ بنفس الوقت اسن و داباي شتين الاكل والوقوف في الوقت نفسه هذه الفقرة الثالثة وهي شغلتين او حدستين بنفس الوقت هذه ما نحكي طبعا عن داباي ننتقل على الفكرة الرابعة او بول ابغلايش او بول ابغلايش او على الرغم من ار هد بغوفون نشت بشتن دن هو لم يجتز الامتحان داباي هات ار زو فلايسش غلنت بالرغم من انه درس بشكل جيد دي كلاسة زي بغوشن داباي وارن زي زو تحطمت نظارات او العدسات النظارات المقصود فيها باللورات يعني باللورة تبعت نظارات بالرغم من انها معبئة بعناية او ملفوفة بعناية تلف الصندوق او العلد بس دا اكتبعتها بالبريد اذا بالرغم من انهم ملفوفين او معبئين بعناية من رغم ان ذاك تحطمو نفس الشيء الجملة الاولى بالرغم انه درس كتير مليح او درس شكل جيد رسب بالفحص اذا هذه هي الفكرة الرابعة بمعنى اوب فول او اوب قلاش على الرغم من هدول الافكار الاربعة الاولى هنه جدا مهمين نعرفوا ان احنا بمستوى متوسط باللغة الالمانية اذا مشاهدين هدول هدول هنه اول اربع استخدامات لداباي واللي هنه جدا مهمين اذا كان مستوانا مبتدئ او متوسط باللغة خلا نتابع الاستخدامين الاخيرين يلي هنه بهم اكتر اذا كنا متقدمين باللغة الفكرة الخامسي jedoch استخدامات مربع دس دي جنانت ساكي ايجنج كنه ريشتج بيغوندون هات بهم نوكل حكي انو منستخدم داباي بس مايكون في عنا سبب مقنع ايش كان دس غزل نيش لزن داباي اس اس دوخ غار مش زو شو شوش انا ما عمدور حل اللغز او لحجي بالرغم من انها ليست صعب او دان ولكنها ليست صعب او دان اذا هوني ما في عنا سبب مقنع انو مع انو هي كتير سهلي بس انا ما عمدور حلها هوني ما في عنا سبب مقنع هيدا هو اول مثال مثال التان زي اسمي بوزي داباي هابي اشئر ني ادفاسكتان اذا هي مزعوجي او معصبي مني مع انو انا ما عملت لا شي اذا هيدا هو الفقر الخامسة وهي ما في عنا سبب مقنع انو متل هون ما شفنا المثالين تبع اللغز وطبع انو هي مزعوجي منو ما في عنا سبب مقنع الا الحدسية اللي عالم مصير هيدا هو الاستخدام الخامس لداباي طبعا هيدا هو ما نحكي نحنا شغلات متقدمة باللغة صرنا الفقر السادسي والاخيرة فرفندت ام دي فيدر هولونج سوفر مايدن تستخدم لتجنب التكرار داس زمينار ازا تيار السمينار هو كتير غالي ودوخ كومت نيشتس داباي هراوس ومع ذلك لا تستفيد منو شي او ما بيطلع منو شي طبعا السمينار هو في انترجم السمينار او حلقة دراسية اذا هون مشاو ما نرجع ان نكرر باي ديم زمينار النا داباي في فارن جميزم ان دين اغلاوب زول اس داباي بلايبن المسافر سوين في العطلي هل ليج نحن ضل مع بعض هل علينا البقاء مع بعض معان اذا هون متل ما انو تستخدم لتجنب التكرار هادي هي الفقرة السادسي من داباي وايبن ما شفت المشاهدينا هيدا هو درس داباي يلي هو جدا مهم اذا عندكم رفقات بتعلموا علماني كتير مهم تشاركوا معنا الفيديو للمشان يعرفوا اكتر عن داباي واكيد اذا عجبك ما نتنسى تعمل لايك مفقيم درسكن وشوفكن بالفيديو القادم شاو